لكونه طرفاً منظماً وفاعلاً في الحياة الاجتماعية وبالنظر لدوره المؤثر في ثورة يناير 2011 تلقى مواقف الاتحاد العام التونسي للشغل من الانتخابات الأخيرة صداً واسعاً ليس في الشارع التونسي فحسب بل وفي الأوساط السياسية مواقف وصلت إلى المطالبة بتأجيل جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية وتوقع الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوب بعد الانتخابات أن يعترف الرئيس قيس سعيد بتلقي الرسالة وبأن المسار الذي يسلكه لم يكن ناجعاً لكن سعيد ومن يؤيده ومنذ إعلان نتائج الانتخابات التي وصفت بالهزيلة قللوا من أهمية خفاض نسبة المشاركة وراهنوا على جولة جديدة قادمة الشهر المقبل في الوقت الذي اعتبرت قوى المعارضة وعلى اختلاف أيديولوجياتها ما جرى فرصة لمطالبة سعيد بالاستقالة وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة واستنكرت حركة النهضة لاستهداف الممنهج لقياديها وسائر المعارضين معتبرة أن ذلك تورية للفشل الذريع لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة وهو لن يحسن حياة التونسيين ولن يحل مشكلات المواد الغذائية المفقودة والأسعار الملتهبة في ظل مشهد يزداد إرباكا وتعقيدا مع وضع اقتصادي مأزوم متمثل في ارتفاع مستوى التضخم وأعلان صندوق النقد الدولي تأجيل اجتماعه بشأن برنامج القروض لتونس ومما لا شك فيه فإن تونس ما بعد الانتخابات التشريعية لن تكون كما قبلها فلغة الأرقام المتدنية في نسب المشاركة لا تترك مجالا للهروب إلى الأمام والمراهنة على مغامرات غير محسوبة بحسب ما أعلن الاتحاد العام للشغل محذرا من فوضى عارمة تعم اشتركوا في القناة